اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالدم كخطوة رئيسية لتقليل مخاطر التعرض لأمراض تصلب الشريين الجنس بتساوى النساء مع الرجال بأكثر عوامل الخطر يلي بتأدي إلى الإصابة بأمراض القلب إلى أنه يصلنا السيدات إلى سن اليأس فبترتفع نسبة إصابتهم بأمراض الشريين القلب والنوبات القلبية أكثر من الرجال وذلك بعد انخفاض التأثيرات الواقية للإستروجان المبيض كما لقوا أن لدى النساء احتمالات أكثر للوفاة بأمراض القلب من الرجال هيدا هو خبرنا بمال جديد بصر نقصديه بحلقة اليوم معي باستوديو دكتور جيل بير أبو نادر أهلا وسهلا فيك حضرتك اختصاصي أمراض القلب والشرعين اليوم عم نحكي عن أكثر موضوع بتخيل شائع ويلي أكثر الناس بتحب تعرف تفاصيل عنه والهدف من برنامجه هو توعيتهم حول هيدا المشكل وهيدا المرض يلي حقيقة بتخيل إذا توقينا بهالمعنى اللي بيستعمل دايما نوصل لأنه نخفض نسبة هالأمراض والمشاكل يلي موجودة في القلب قبل ما فوت نحكي عن موضوع حلقتنا هو التصلب والشرعين خليني أسألك عن إسمعني بيما الجديد هل الشي صحيح اي او لا؟ يلي اسمعني بالريبورتاج أكيد ما في شك صحيح جدا يلي حكيتي وحكيتي حتى قصم كبير من يلي بدي أحكيه أنا اليوم بس أكيد هنعمل الابوريشن أكثر هلأ النسبة مضبوطة ما في شك النسبة كتير قريبة للواقع حتى ممكن ببعض الأحيان مثل بالبلاد النامية مثل البلاد الشرق أوسطية وهكي عم بيصير فيه حتى كتير حالات ما تنذكر يعني ما فيه عنا تدوين ما فيه استاتيستيك مثل ما تعمل بالبلدان المتطورة أرقامنا مننا كتير مضبوطة وسوى لكن اللي حكيتي بمثل جدا يعني الواقع يلي عم نعيشه كل يوم إذا بدي أحكي أنا باللبنان هل يختلف مشاكل تصلب الشرعيين عن باقي دول العالم؟ جمالا باللبنان لبنان والدول الشرق أوسطية من البلدان اللي فيها هالمشاكل تجي بعمر مبكر بيفرق جدا عن مثلا عن جنوب فرنسا بيفرق كتير هالشيه يعني بيفرق بالأعمار بيفرق بالأعمار بيفرق بالأعمار بيفرق بالأعمار بيفرق بفرق بفرق ما يصاب المريض بعمر 30 أو 40 أو 50 فرق مع عمر الـ 55 أو 90 وهلأ رح نحكي شواء عن هالبروسس يعني هو الأتروس كيف بيتطوع مع العمر كيف فيه أشياء عواني بتخلي هالأشياء تتسرع خليلي ببلش بالبداية شو يعني تصلب الشريين تصلب الشريين بيعني وقته بصير فيه تراكمات تراكمات دهنية داخل جدار الشريين شريين وقت نحكي عنه عم نحكي عن الشريين مش الـ شريين الأرطريز اذا بديك شريين مسؤولة عن ضخ الدم هلا بتصيب هالتصلب هيدا بتصيب كل شريين الجسم الأرطريز بس أكتر شي شائع عند الناس إنه بتصيب الشريين بتغزي القلبي اللي حكيتها عنها فضلت حكيتها شرايين تجيب ولكن هي بتصيب كل الشرايين وبالشكل ملفت كمان الشرايين ومهم الشرايين بتروح على الراس والشرايين بتروح على الإجرام بشوف كتير ناس مثلا عندهم مشاكل بس يمشوا شوية صغيرة ما فيهم بيتعبوا جايهم ما بيطوعون أو حتى بتشوف مثلا في ناس عندها بتر للساق أو شي بسبب هالأمراض عم نشوف فيديو دكتور قدامنا يمكن بشرح لنا أكتر شوية التصلب الشرايين توضيحا لحضرتك عم بتحكي ولكن أوقات لما نحكي تصلب الشرايين يفكروا الناس أنه بس تصلب شرايين الأرجل مش القلب فينا نصاب بالأرجل فينا نصاب بالقلب فينا نصاب بكل الجسم بالأمعاء حتى كمان بكل الجسم بس اليوم تحديدا نحكي عن تصلب شرايين القلب طيب اليوم عرفت حضرتك شو يعني تصلب شرايين شو السبب طعم أعلى أنا إذا في فرجيكم شوية غيري عادة عن كيف حتمية الإنسان يعني بقولوا أنه في حتمية الوفاة بدها تجي صحيح بتبلش الأتروسكليروسيز أو تصلب الشرايين هو مرض رح بيكون مرض حتمة عند كل الناس كل واحد بنكتب له يعيش عمر طويل أكيد رح يعمله أوكي خلينا نشوف في ناس رح تتصلب الشرايين عمره بعمر صغير في ناس رح تشرر بعمر كبير عمر أكبر فيك تقربة فيزقية دكتور خلينا نشوف يسموها مالة الشمال يصر تتقصم له شريان أساسي شريان خلف مالة الشمال مع رواف هدون وفيه شريان أجمالا مستقلة عند أغلبية الناس بغزة منطقة اليمية ومنطقة الصفرية من القلب أوكي هلأ إذا منطلع هون أخذنا هايدي إذا بدكون مثل أصو هالشريان هيدا عم نشوفه من جوا أوكي هيدا لومن تبعيته يعني داخل الشريان حالما بيمشي الدم فيه هوني طبيعي وهيدا أي طبيعي وهيدا الجدار تبعيته أوكي هيدا الجدار نعم هلأ الجدار مفروض يكون معمول من ثلاث إذا بدك ثري لايرز يعني ثلاث طبقات هلأ بس يبلش هيدا هالثلاث طبقات مفروض يكونوا بشكل طبيعي كل الناس يعني إجمالا من عمر العشرين لثلاثين نعم بتبلش عندهم شي بسمو فاتي ستريك أوكي فاتي ستريك شوهو بيشبه تير شريان طبيعي ولكن بلش الترسبات تراكم تراكم الكوليسترول وتراكم المواد الدهنية غير الكوليسترول بش بس كوليسترول في كزا مادي دهنية بتترسب بهالشريان هادي حتمية عند الاشخاص نعم هادي مما كي ممكن تلاقيها عنده مما إيه على عمر مثلا في ناس على العشرين في ناس على الثتين يعني حسب كل كل وحشي بس ولكن هادي حتمية بده تصير عند كل الناس نعم هلا بيبقى تقدم طبعه تقدم طبعه هوم الليجون يلي هي المحل لإصابة الشريان محلة إصابة الشريان عمشوف هون كيف صار فيه تراكمات أكتر هاي بيصار تتبر تكلسات يعني بعدين القلطة متلي رح سير فيها تكلس كل ما بتعيش أكتر كل ما بصير فيها تكلس وكل ما بيكون فيها انفلاميشن أكتر كل ما هالانفلاميشن رح تعطي تكلس هلا التكلس أوقات بيكون فيها إذا بدك إلى أحيانا يعني سيفزو حدان أوقات مفيد أوقات مش مفيد هلا بعدين فاصلك إذا بدك أكتر هلا عمشوف هون كيف التراكمات عم بتزيد وبلش تقدي إلى تدايق بالشريان عمشوف كيف الشريان هون كان أكبر واسع هون عمشوف إذا بل في قصم من الشريان من تدفق الدم مخسرني بسبب التراكمات هون بيش الانسيدات يعني مظبوط هلا إذا بدكم كيف تمرو الإنسان من هون مع الوقت أهم شي عامل العمر أوكي والريسك فاكترز أو العوامل استلبية يعني اللي بتأدي لالتراكم هلا إذا بدك بعدين تفرعت شو خلينا نفوت أكتر أوكي خلينا نفوت أكتر بالموضوع خلينا نبلش أحكي شوي أشياء طالما حكيت خلنا نحكي شوي عن الأسباب حكينا كيف هي بتبلش بتبقى طبيعية مع العمر وكيف ببلش تزيد بس في عوامل بتخليها تزيد بخليها تتسرع إيه ولأ إذا أنا عيش حالتي ما عندي مشاكل كتير دقيقة بصحتي عم تابع أي شي ما بتخيل رح تتطور هالقد إلا مع العمر بعدين يمكن كل شخص ممكن ينصل لهيدا المرحلة بس في عوامل مساعدة لأنه نحنا ننصل لمرحلة متقدمة بهيدا شي بالإنسيداد الشرياني أوكي شو هنه هالعوامل شو هنه الأسباب يومي العوامل أنا صراح بحب أقسمها لا إذا بدك خارج عن إرادتنا خارج عن إرادتنا مية بمية وفيه إشياء عن إرادتنا أوكي وفيه إشياء أذا بدك ما بينا بينا الخارج عن إرادتنا وهو موضوع أساسي جدا هو الإشياء الوراتية أوكي يعني صارت معروفة واضحة جدا جدا وكل الناس بتعف إنه فيه إشياء مثلا عنده إصابات بالعالي بعمر مبكر أوكي فيه بعض الإصابات هادي مربوطة بالكوليستيرول بإرتفاع نسبة الكوليستيرول بالدام بس فيه كتير ناس الأغلبية حتى ويراتية نسبة الكوليستيرول عندهم منع عالي أوكي فيه تركوبات بعض الحديث هلا ما منعرف لاش أو أغلبية الوقت يعني 90% ما منعرف لاش هالعيال بيصير عندها هالتصلب أول عامل هو عامل الوراط ويراطي هيدا بإشياء ما فينا نتحكم فيها أوكي هلا في عنا العمر كمان تقدم عمر المحكينة ما في إشياء فلوقية كونجينيتال في إشياء كونجينيتال بيتصلب الشرين لا لا أبدا 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 هلا من المصل للعوامل يلي نحن عاطى فينا نتحكم فيها في عنا أول شي عامل أساسي جدا هو البداني بحب أحكي عنه بحب أحكي عنه عطول فيه أكيد فيه سكري وستطرف في إشياء البداني وين بس البداني بالتحديد بمنطقة البطن بمنطقة الخدود هون وطاحت الخدود الرقبة هيا بسموها central obesity أو abdomen obesity هايدي بحب زيتها هي إذا بدك بتخلق نسبة أنسولين عالي بالجسم وبتخلق vicious circle يعني بيصير فيه مثل مضاعفات بسبب هال كمية الشحم متوازعة بها المنطقة بتخلق إذا بدك مثل شي بيسموه metabolic syndrome بالجسم هالم metabolic syndrome له كتير له كتير علاقة بتقدم تصلب الشرايين وبي حتى بتخلي هالتصلب وتصلب فيه كون إذا بدك stable وفيه كون إذا يجي أوقات فترة أزمات قلبية مثلا جرحة قلبية عنده في ناس عندها تصلب بس ما عم يعمل لها شي في ناس عندها تصلب بس عمل لها دبحة قلبية بيخلي إذا بدك تصير الأشياء acute يعني يصير فيه أشياء فجائية فيه فيه عندنا عامل أساسي جدا كمان هو التدخين يلي كتير بيخلي يعني إذا بدك الناس ما بتأيد عليه بس هو حتمي وهو أساسي بيخلي يصير فيه مثل ما بعدنا عم نحكي فيه ناس عندها بيخليها تصير unstable وبيعرضها لمشاكل خاصة دبحة قلبية مفاجأة بعضه شاب وما عنده غير عوامل تانية يعني هيدا اللي حظتوا أنا بحضر حلقة إنه التدخين 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 مضبوط بيخليها تحولها للبلاك تح نحكي عنا بعد شوية بيحولها من بلاك stable لبلك unstable بيرجع عنا موضوع السكري برجع عنا موضوع ارتفاع الضغط بيرجع عنا موضوع قلة اللياقة البدنية يعني الناس التعمل أكيد دي مفروض أحلام هيدا وبيرجع عنا عامل إذا بدك stress اللي عام نعيشه هلا ما في شك في دراسات معمولة الناس اللي عندها type A personality بيسموها اللي عطول خلق دي وعطول معرضة أكتر لذبحات القلبية من غيرها بس كمان ما فينا ننكر كمان الأشياء اللي عام نمرق فيها الإنسان كمان بتأثر يعني في كتير عوامل اللي هي بإرادتنا إذا سيطرنا عليها نحنا فينا ما نوصل للتصلب الشريين بس اليوم دكتور الله طالما عم نحكي عن أعداد هائلة يعني رح نوصلها بالألفان وثلاثين بنسب الأشخاص المصابين بدأ السكري وعن الأشخاص اللي عندهم ابتفاع ضغط وما بيعرفوا عن عنده ابتفاع ضغط أشخاص المدخنين رغم كل الحملات اللي عم بتسير وبعدها موجودة نحنا نسبة الأشخاص اللي رح يصابوا بيتصلوا بشرائيين بإزدياد صح بهمنا كتير أنه أواشيكم فيه طوعية على المخاطر هاي دي وبهمنا كمان طوعية بعد شوية في تكري لازم نحكي عنها إذا الواحد تحس بهالعوارد كيف لازم يتصرف لأنه كتير للأسف يعني منشوف في ناس أنه ما فهمت أنه عملت دبحة عملت دبحة وقعدت ببايتة وتأخرتها تجي على المستقفة طيب دكتور خلينا أحكي شوية عن العوارد ما أحكي عن العوارد اللي خلينا بلش بالعوارد الأولية إذا بدك مش لما يكون عندي بوصل تصلب الشرايين للشرين وصل للنسد للسبعين بالمية خلينا أحكي قبل للي هنه يمكن ما يكون فيه عوارد بس على قليلة فيه علامات انزار أنه تخلينا حس هل فيه علامات انزار مظبوط تخلينا حس إذا أنا ما كان الشريين انسد مظبوط أو هي العوامل علامات الانزار لازم تكون من خلال أسباب يلي ممكن تأدي لا تصلب الشرايين ما فيه شك يلي كل حدا عنده كذا ريسك فاكتور يعني بسمون أكتر من عامل عامل خطورة هذا أكتر لازم إذا بدك انتبه على حاله أكتر أو عندهم مشاكل قلب عائلية هؤده ناس يلي لازم عطول يدلوا على الحكة مع عملة شك أب عطول بصورة مستدينة بس ولكن بلنا ناخد الناس يلي ما عندهم هالشي هدا كيف لازم يكون عندهم طوعية لأنه ممكن يصير خلال خلال العمر اللي عايشين هلا يعني عادة في كتير أوقات إذا كانت التدايق أقل من 70% الممكن ما يحس فيه الإنسان بيمشي بيعمل رياضة بعمل مجهود ما يحس فيه هلا إذا بلش التدايق أو بيتعود مثلا إذا تعبت بخفف بصير طلقائيا رحخب لك هلا وقت يبلش التدايق يصير لدرجة إنه الواحد هو قاعد ترس ما عم يعمل شي عم يوصل دم كفية عضلة قلبه يعمل مجهود يتطلب دورة دموية أكتر يتطلب إذا بدك ضغط أكتر على القلب مجهود أكتر على القلب مفروض يوصل كمية دم أكتر إذا فيه تدايق بالشريين بيستير فيه شي بيسمه يعني الكمية المطلوبة أكتر من الكمية العم توصل بيصير يشعر الإنسان إنه على المجهود مزعوج وعادة بتجي مثل نوع إنزعاش بيصدره وضغطه على صدره أو حريق بالصدر أو بالإيدان أو بالكتاف أو بين الكتاف يعني فبطر يوقف أو يخفف هلأ هادي فيها تكون إذا بدك شي بيسمه يلي هي ممكن تقعد الواحد فيها سنين هاكي بس إذا تجي على نفس المجهود ممكن ما تعمله شي تكون إذا ما زادت إذا ما زادت هلأ بعض الأحيان وهو الأخطر شي وهو دي اللي لازم يكون فيه أكتر شي إنه بيصير فيه شي بيسمه يعني هالتدايق يلي كان مثلا 30% بالشريان فجأة بيوم ما هالبلاك اللي حكينا عنه انفجرت بس تنفجر بتعمله إذا بدك بتعيطله للدم الماري هوني كتا يجمد عليها بيصير في بلود كلوت وبيصير يسد الشريان فبالتالي ببطل يوصل دم أو على المجهود الخفيف بيحس إنسان بواجع بصدره وهي لازم يكون أقلارة كتير كبير إنه يروح لشوف طبيب قلب بصورة مستعجلة أو ممكن فجأة يسكر الشريان كليا وبطل يوصل لدم على العضلة ويصير فيه دبحة القلبية يلي بتبلش بيواجع بالصدر هلا كتير مهم الناس يلي بلش يحسوا فيها مثلا قلو جمعة بيحس على بس يعمر شوية مجهود بيحس بواجع بصدره مهم كتير يعرف إنه هيدا عوارد قلب وهي دي النقطة المهمة لأنه قات كتير أشخاص مرقوا بحياتنا العادية بيقول لك كان إلي أسبوع عم بحس أني عندي هيدا لأوجع هي تيبيكل تصلوا بشرايين وبيبررها بإشياء تانية لأنه تعبين لأنه عملت مشهود لأنه ممكن لأم ببررها وبآخرة المطاف فتلاقي إنه كان عم بيعمل جرحات صغيرة وما كان عام معطاها أهمية هكمل عن هيدا الموضوع لكي خيأت وقف عفاصل صغير عود لكم مشاهدينا حتى نتابع المجال الصحي مع ضيفنا دكتور جيلبير أبو نادر اختصاصي أمراض القلب والشرايين بجعب راحي فيك من جديد دكتور جيلبير حضرتك شرحت بالبداية عن تصلب الشرايين شو هو حكيت عن الإشار بإرادتنا وعن خارج إرادتنا حكينا عن الأسباب الوراثية اللي هي كتير مهم بحياتنا ويلي الأسباب يلي بإرادتنا يلي هي تدخين سكري ارتفاع ضغط الدم الميتابوليك سندروم وكل هؤلاء الأشياء اللي بيساعدوا لا حتى يكون عندنا تصلب الشرايين إذا ما علاجنا هون أو ما توقفنا عندهم جلت حكيت عن بعض العوارض اللي ممكن نشوفها أكتر هي أكتر من 70% من تدايق بالشريين حكيتنا عن العوارض ممكن نشوفها قبل اللي هي التعب والإشار العوارض الصغيرة يلي مش لازم نحملها لحتى نستشير الطبيب لابد من أن يكمل هون دكتور مع حضرتك لما حكيت وقلت أنه في ناس تهمل هيدا الموضوع وبتبرروا بأشياء تانية وهون يحكينا عن أوقات كمان حتى في ناس تتفاجأ بيوصلوا للـ 70% وعن جد بيكونوا مش حسين بأي شي اليوم قديش هالجرحات الصغيرة اللي بتنعمل ونحن مش شوعين على يقو مش من تبهيلنا ممكن تزيد الأشياء سوءا أكتر صح هلا أول شي بدي بحب وضح شهرة صغيرة أنه في نوعين من البلاك يعني من تصلب الشريين في نوعين في نوع البلاك إذا فيه أجهة إيه خلينا نجح نشوف الأمدرجة عفوت على قصة التشخيص دكتر هلا هيدا البلاك هون الفرجاتها هي ديك الساعة أوكي في مجال يكون عندها شي بيسموه كاب يعني مثل أبعة طبعيتها أوكي يكون سابتة وستيبل أوكي هيدا ممكن تعملك على المجهود يوجع صدره بس بس يكون كل شي ستابل يعني مثلا على تلاتة طوابق بيحس بيواجع بيوقف بيروح الواجع وقلو كذا سنة يعني كما بيرتيح بيروح الواجع هيدا فيها تكون ستيبل هيدا ما كتير بتأزي نسبة أنه تعمل ضبحة قلبي واحد لاثنين بالمئة سنويا بس ولكن فيها تكون بلاك مثل هيدا حتى مش سغين ولا ثمين بالمئة ولا تسعين بالمئة تكون بس عشرين بالمئة بلاك أوكي وتكون يعني القبعة تبعيتها منة قوية صالبة إذا تتذكر سألت لتيري عن الكالسيوم مزبوط أوقات الكالسيوم بيكون سيفزو حدان فيكون الكالسيوم لهيدا إذا مكلسة وشديدة صحيح إنه ما تنخزي وما يجمع الدم عليا وصير في ضبحة قلبية بس بنفس الوقت إذا مثلا حدا عم يعملها توسيع مثلا بلون أو رسور أو شي يعني ستاند بيسموه صحيح دعامة تكون مزعجة لقاله وكون نتيجتها منها منها مزبوطة ميومية هالبلاك هيدا إحنا بهمنا إنه نيبسها نخليها تصير بدأ ما تكون قبعاتها الكاب تبعيتها ثن وفلنربل يعني ضعيفة بهمنا تكون سميكة وما تكون يعني دغرق قابلة إذا فيك تيبسها إذا ما اكتشفت إذا ما اكتشفت ما فيك تعمل شي فيها إذا فيه بالصراحة إذا بدك بالوئية الطبية إذا حدا ما طلع عنده كوليسترعيل أو عنده سكري عرفته أو عنده كذا ريسك فاكتر من جملته تدخين وأمر معين فيه سكورم نحسبه ممكن حدا نقدر نصف له دواء ضد الكوليسترول مميع للدم ده نقدر إذا بدك نحميله حتى هاي ستاتين اللي حكيوا عنه وأهمية لأعطاء المردلة صح صح بقى هاي دي التدايق بشرين لو ما كان 70% ممكن يكون مئزي وممكن يكون قاتل وتدايق 70 أو 80% بس إله زمان ممكن ما يكون مزعج أو خطير هالقلب حجمه ما بتحس بهالقلب عنده أهمية بالإخبار اللي فيه والمشاكل اللي فيه عن جاب بتحكي عن القلب هالقلب أنه ممكن يعطي هالقلب مشاكل دقيق جدا القلب يعني إله حل وكل شي وبالعكس يعني إذا بدك معدل عمار زاد بسبب علاجات القلب وأكتر وإنفستنط صار وأكتر وإنكتر وأبحاث صارت وإنكبت مصاري غدار إذا الواحد أوقات عن جا ممكن ما يلحه مصبوط وأوقات كنعيش حياتك ترنكيل بفجأة بتحس أنه بس في شغلة منقولها أوقات كثير عايش كل حياته ما بيشكي من أي شي ومات بالقلب هيدا مش يعني ما عنده بالقلب عايش كل حياته ما زار طبيب أو ما شف شو عنده مشكلة توصل له هيدا المرحلة بعد ما عم نحكي الأطولوس ليروس التصلب الشرين هو حتمي الحكوم موجود عن كل الناس كل الأعمار بس أكيد في مشان هيك أهمية هلأ بدي أركز عليه دكتور أبدا أحكي عن قصة العلاجات بحكي شوي عن الرسور والبالون بس أخلص أول حتى الأدوية الطبية اللي حكيت عنها مثل استاتين الدواء الكوليستيرول قداش بتفيد خليني أسأل عن التشخيص اليوم إذا أجعل عندك شخص عنده عوارض حيسس طعف اليوم بصرنا من خاف شوي أكدر في ناس أي أولا بحسوا واجع بين الكتاف حرقة بالصدر واجع إيد كذا خبرية بيجو عند الطبيب شو التشخيص اللي بتعملوا أول شي أول شي مثل التخطيط لأنه ما قالوا عايزة بحس أوقات كشف لا بعد الأحيان كتابوا في التخطيط أعجل أول شي أول شي أهم شي ما بقى في أشي ما بعرفة أهم شي صراحة مثل كل التشخيص طبي كمان الموضوع مثل التشخيصات الباقيين أهم شي يعني أهم شي عوارد العوارد شو عم بحسه العوارد مثلا إذا كانت تشكي مثلا بها المنطقة هون تحت الباط بعيدة عن القلب أو شي هادي على الأكيد ماشي خاصه بالقلب لو حدا عنده سكر لو حدا بتدخين لو حدا أهم شي العوارد صراحة هو المريض شو عم بحس حلية طرح عم بحس بلاطع صدر أو حريق بالصدر يعني هن العوارد الأساسية فخاصة إذا كانت مع مطرفق يعني بعمر معين رجال مع العوامل اللي حكينا عنها كتير لازم نفكر ساعدتها بأنه عنده شي بالقلب محرك فيها تكون كمان فمي سمعه أو نوزي وهيك الشي عوارد القلب العوارد عوارد عادة جمالة بيكون فيه واجعة هالواجعة بيكون جمالة بمنطقة الصدر بالنص وراء ريتروستر وراء هالعظم البنص يعني بس بعض الأحيان وهون أكتر ناس تنظلم يلي بيجيها واجعة مثلا عباب المعدة عباب المعدة كتير ناس بيخدوه إنه هيك مضرورين إنه مضرورة وأكل وعملت في جاني نسون وراحل الواجع وكذا وحرام يعني بيصير فيه كارثة بشرية ما منعرفها ممكن الواجع يمتد صوب الراس ممكن يمتد صوب صوب البطن بس ولا ممكن يقطع الأمبلكس ولا ممكن يقطع الزكرة تحت ولا ممكن يقطع الديناء لفوق ممكن يمتد على الإيدان يعني هالبارتين على الشمال أو على اليمين ممكن يكون مترفق بعرق مسقع ممكن يكون مترفق بالعين نفس أو بحالة استفراغ استفراغ هون فإذا مستسئلوا هاو دي العوارض حكينا معه حسنا لا فيه أشيار عم تقوى على القلب هلأ إذا موجوع الواحد إذا هلأ عنده واجع بصدره هون قيمة التخطيط الإي كي جي سيمبل إي كي جي بتفرجيك إذا هلأ بتفرجيك إذا هلأ فيه دبحة وحتى بتحددلي كوين دبحة أوكي بتحددلي وقت عم نعمل تميل أي محل لازم ركز عليه وين لازم فوت بالتميل تدريفتحه شوين تبعيده أوكي ما فينا نستغني أبدا عن تخطيط العيدي كتير أساسي بس مهم هو الواحد موجوع أوكي إذا واحد مش موجوع عمل تخطيط ما بيدلع شي أبدا أوكي ممكن يندل إذا فيه أسر ضبحة عطيئة أوكي بس ما بيدلع على شي بالنسبة لكي سكريني أوكي تاني تشخيص تاني تشخيص إذا واحد عوارده ما نعوارد كأنه قلب بس عنده ريسك فاكتور عنده معرض للقلب بس مش عوارد قلب أوكي هون ممكن نعمل تخطيط المجهود إذا إجراءه بطوعه أو يعني فيزيكلي فت يعني في عمل المجهود هلأ المجهود إذا ممكن نرفقه بيصير أدأ من ما عم التشخيص بسترس تاست هلأ بعد في شغل بحب أنا عطوله أنه في إشياء تقليدي ما بحب أنه تنظل المتن الناس بقوله أنه مثلا استرس تاست ما فرجنا شي مصبوط بيفرق كتير استرس تاست أوه شي كيف نعمل ولحديد أي جهد قدر وصل المريض هلأ أول شغل المريض عم بحس بواجع هو قاعد وعملنا له إجرسايز إذا ما حست على الإجرسايز بواجع بصدره يعني على الأكيد منه شي من القلب وكتير بيكون إله طعم لتخطيط المجهود لأنه واحد عم بحسه قاعد أكيد بدي حس على المجهود إذا ما حس على المجهود معناته ما في شي بيفرق كمان خاصة عم بحكي للناس يلي ما عم بحسه كسكرينيج إذا واحد بدي عمول سكرينيج يلي بدي عمول بطلا تخطيط المجهود إذا قدر وصل ل ووركلود بيسموه معين يلي هو أكتر من 10 ماتس من إيسو ووصل ضربات قلبه 220 مانس إيج يعني 220 طرح لعمر طبعيته وارتفع ضغطه خلال المجهود ممكن كتير نقدر نقول هذا الزنم نحن أكيدين 5-90% من الوقت إنه ما عنده إنسيدات أكتر من 70% بشرين أكيد ممكنكم عنده لزم 70% بس مش دوري يكون عنده كتير إذا ما قدر وصل له هالوركلود هيدا اللي عم نحكي عنه الإجهاد اللي لازم أو ما قدر طلعه دقات قلبه أو حتى طلعه دقات قلبه بس ما وصل للمجهود هيدا ما بيكون مزبوط تنقدر نعمل سكريني بس وبعدين على طول في شغلة في مبدأ الطبي على طول إنه في حالة مش بس إنه في مرض معين في حالات طيب دكتور ليش اليوم أبنى مفتحكي عن قصة العلاجات لأنه بدي بس أحكي شوي عن العلاج الطبي بس بدي أحكي عن شغلة اليوم صار درجة كتير واحد يفوتي عمو الميل يعني التشخيص إقال صار ضغري يلا منحجوز ميل فوت عمو الميل هلأ أنه أسرع وأهيان وبيفرجيني كل شي بدون ما فوت بهالبروتوكول كله سوا وقلقت يدي ودنتي من تاني جهة صح ما في الشك بدي إليك شغلة أنه التمييل هو يكشف الشرعين لأنه خاصة بيصور من جواته بس في شغلة أساسية اليوم المريض مش مفروض يتعرض لشي يعني شو بسموه بالعربة إذا بديك لشي عمل جراحة أو عمل حاد يعني أو أوي الزمانه بحاجة ميسي لأله لأنه مثل حيالله شي إذا راح عم بشيك إبري مريضون ممكن يسير معه مضاعفات سلبية فمش مفروض حد يعمل إلا إذا بحاجة لأله هلأ مين مفروض يعمل تميل إذا بديك ومين مفروض ما يعمل تميل يلي مفروض يعمل تميل هو حيالله واحد من اللي حكيتنا أول شي عنده عوارد يلي هلأ عم تجي يلي عنده واجع كتير بقلنا على أنه في شي بالقلب أو يلي عمل عندنا كان شك عمله تخليط مشهود بيان في شي مش مطممنا أبدا عدخلت المجهود ده أكيد لازم يعمل واحد ما بو شي عمر خمسين سنة ما عنده ريسك فاكتر ما عنده حسب شي جاي هو حتى طالب يعمل تميل عند الطبيب طي يطمم باله ما لازم الطبيب بتتوزع خطورته على أنه ممكن المريض يصير معه خزق بالشريان ممكن يصير معه حساسية على الدواء اللي مستعمل ممكن يصير فيه تجهلطة تروح على الراس عادة تام نعمل ولا مرة حدا بيصله بس أنه في عنده مضاعفة بس مش مفروض عرضه لواحد بس هيك أنه بس أنه خيفين أو لأنه هوني شغلتنا نحن نقدر نميز مين لازم يعمل مين لازم يعمل وكل إذا بدي كل تاست شو أهميته هوني صراحة من التخطيط تدخيط المجهود للصورة صوتية للأشعة للسكانر لتبعية القلب للتميل للرسو كلهم إشي بتكمل بعضها مين إشي عم تتنافس مع بعضها هن إشي لازم يستفيد منها لنقدر يعني نعطي أفضل تشخيص ويكون فيه أنه ببطل فيها حلاوة طب إذا أنه كل الواحد بتعمله تميل تقارف سكرينيج ميزة أنت مين بدهم مين بحاجة مين مش بحاجة خلينا أحكي عن العلاجة الطبية اليوم العلاجة الطبية هو حكينا هو دي الأجوية اللي بتتخذ لا تخفيض نسبة الكوليستيرول اللي هي الـ LDL العالي وهي دي تشتغل مظبوط قالوا عم بتساعد كرميل تصلب الشرايين قديش مظبوط هيدا الشي هلأ بالنسبة للعلاج بحب كتير إرجع شدد على موضوع أنه أهم شي البيقية خير خير علاج وإذا ما توقع أنا في علاج مظبوط خاصة عن الناس اللي بيدخنوا عندهم تصلب شرايين نحنا منشوفها حتى كليوم الناس اللي وقفوا في التلخين كتير بتهمد تهمد الشرايين عندهم بتبطل مثل قبل تكاتر سريع فبالتالي بنصحهم عن جد أنه يوقفوا التلخين بأسرع وقت ممكن هلأ بالنسبة للموضوع التصلب كيف منحله كيف منخليه إذا بديك ما يشكل خطر بهمنا نشتغل على موضوعين أساسيين أول موضوع هو البلاك اللي فسرت عننا أنا إنها تقصة أو تيبس أو تصير تنضف الكوليسترول منها هاو دي إذية الكوليسترول اللي هني من فصيلة استاتين كتير بتساعد بهالشي هذا خاصة بدوزات عالية خاصة بدوز عالية أعلى من دوز منطقي 40 أو 80 بالأطورفاستاتين أو 20 أو 40 بالرزوفاستاتين الموضوع الثاني هو بهمنا بعض الأحيان نسيل الدم كمان لأنه إذا جرحت هالبلاك ممكن خلي الدم يتخطى علىها بهمنا يكون في بلوت ثانر مينموم حبة أسبرين مينموم حبة أسبرين بس ولكن مش أسبرين على صحة السلامة أكيد لأنه عندها مضاعفات عادي الأسبرين بدأت من فتر تخب بمشاورة طبيب مش إنه بمشاورة الجيران أو أكي فإذا أنه دواء ستاتين الأسبرين مصبوط بهمنا إذا حدا عنده مشاكل ضغط ياخد كمان فيه أنواع معينة من أدوية الضغط ممكن تشتغل بحد ذاتها على الشريم من فصيلة الاس انهبيتر أو الارب بساموه بهمنا كما إذا حدا عنده سكري نقدر نزل المخزون تبعيته لشي منطقي يعني ضمن أزيبه بحبوط السكري بس بهمنا شو ما يكون المخزون واطي خاصة بمرضية شو بيستفيد أكتر للإنسان بالإضافة لعني بيحب أنه يمشي أتليست ثلاث مرات بالأسبوع أو أربع مرات منيموم مصصاعة على ساعة من شان إذا فيه عنده بالشرايين يصير فيه كمان تغذية وتنمش الشرايين الروافد والشرايين صغيرة تصير أكبر وتقدر تعطي دام يعني هوني بعدنا بالعلاجات الطبية مصبوط يعني بالأدوية ممكن نعالج أو ممكن نحد أو ممكن من مضبوط إذا حدا ما عم بيحس أو حس وعلاجنا إذا حدا عامل دبحة قلبية مثلا أو تهديد جد بالدبحة يعني بشي بيسمه أكوت كوروني سيندروم الإنجليزي هون مفروض نعمل تميل لنصور الشرايين اللي بتغذي القلب وعلى ضوء التميل ما عنا إلا ثلاث احتمالات شهنة يا أما علاج بالأدوية اللي حكينا يا أما المريض بحاجة البالون وستند أو بحاجة لعملية وصل الشرايين يعني عملت وصل الشرايين كينية عن شو عنا هيدا الشريان الأورطة هون يلي بيطلع من القلب وعنا شريان الأساسية هون لدينا مثلا لدينا محل الأسود هون تدايق يلي بينعمل أذا بدكم مثلا عملية قطع وصل شريان مثلا بيروح من الكتف الشمال بينجي بنوصل على هالمنطقة ما بعد التدايق بيصير يطلع الدم وييجي هيدا تتعملوا بايباس اسمي مثلا شريان يمكن يشيله من كتف اليمين شريان يوصلوا لهون أو ممكن بعد يخدوا فينز من الإجريان ويقدروا يوصلون لهون هاي بايباس هلا أكيد أهون على طول على المريض أنه يعمل تميل وستان بس بعض الأحيان ما بيزبطها شي بتطلب عمل جراحي عمل جراحي بتحكي عن أوبن هارت يعني هي بيسموها أوبن هارت إن فاكت هي أوبن تشاست لأنه هارت ونت بي أوبن هو أكتر إذا بدك رح نوصل من بره أوبن هارت المزبوط هو تكون بده يشيل صمام ويركبه بس بتعرف سموها أوبن هارت اسمه كابيج كورونري آرطري بايباس غرافت رح ننتقل إلى آخر فقرة يطب بنفسك ونصيح الوقائية التي تعطيها للمشاهدين حول موضوع حدثنا شو نعيش الوقائي اللي إذا نعطيه للمشاهدين حتى يتجنبوا هالمشاكل هاي هلا أول شهر بهم أنا يفهموا موضوع العوامل الخطورة بهم يكون في توعي على العوارد يعني إذا حدا بلش يصير معه عوارد يعرف أنها عوارد مش عوارد مصاري مثلا أو شي بهمنا يعملوا رياضة بهمنا ما يصير فيه وزن زيادة كتير أسي بهمنا أدبى فينا يتحيش على المتابوليك سيندروم لأنه هلا كتير في ديريسيات عم تفرج أنه عم بيكون من أسباب الوفيات ومن أسباب دبحات القلبية الفوجائية مش كرش الوجهة وبهمنا مصبوط وبهمنا كمان صراحة الالتزام بالدوع حبي تحكي عن نقطة لأنه عندنا كتير مرضى ما بيلتزموا بالدوع في ناس بتركب ومنقل أنه لازم تخذ المسيل الدم منموم فترة سنة هلو مرتحين يمكن بيوقف هادي بهمنا كتير التزام بالدوع وصمها كومبلاينس أساسية جدا وأكيد اللي بيخدوا هالأدوية لازم يتابعوا مع طبيبه حتى يعمل فحصات الأنظيمات الكباد وغيره وغيره وإذا عبيوا فقه هيدا الدواء أو لا يعني بتخيل المريض اللي بيحطوا بخانة مريض القلب أو يلي عنده ريسك لازم يكون في متابعة كتير دقيقة مع طبيبه التزام بالفحصات اللي بدي المتابعة شغلة كتير سهلة كتير سهلة كتير سهلة إذا من الأول بتنكمش بتعالج متل ما لازم وكتير خطرة وكتير سئلة وكتير صعبة إذا بتنهمها سؤال أخير الكاردجو السبار لازم ينعمل إذا كان عندي أنا مشاكل تصلب شرايين إذا وضع القلب بيسمح أكيد لازم نعمل أكيد بس بدي يكون عنشاط وضع القلب ينعمل مش لازم أقول أنا عندي تصلب شرايين أنا مش لازم أعمل لا بالعكس طبيبك شو بيقى أكيد 100% شكرا لعلك دكتور جيل بير شكرا لحضورك ضيف معنا بمجل الصحي ذاك المعلومات لعطيتها للمشاهدين مشاهدين لهم تنتهي حلقتنا بذكركم وكم فيكم تواصلوا وعنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامش مع عادنا بيتجدد بنفس الوقت مضيف جديد اشتركوا في القناة